الوطن العربي تحت القصف متعدد الجنسيات فلسطين ولبنان وسوريا واليمن مثلا الامريكاني هاجموا بالطائرات في اليمن هي حرب وما هيش حرب هي اعتداءات متكررة هي حرب جوية للجيش الامريكي ومعاه الجيش البريطاني كيف ما نعرفه دائما مستبيحين هالمنطقة هذية ويضربوا وقت ما يحبوا ويقيموا الحرب وقت ما تقتضي مصالحهم ولكن هنا مصالحهم ما هيش مصالح المنطقة العربية مصالحهم ما تتقابلش مع كل الدم والإبادة اللي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ابدا على هذك تلقاهم يهاجموا اليمن اللي خرجلنا مقاومة عنيدة عتيدة مساندة للقضية المركزية في فلسطين الامريكان زاد قاعدين يضربوا في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا إما مباشرة بجيوشهم ومنصاتهم وإلا عن طريق دعم الكيان الصهيوني رأس الحربة للإمبريالية الأمريكية والغربية بصفة عامة وفي سوريا فم هناك حماية للمشروع الصهيوني اللي أصبح الآن مثل الحية التي التسق ذنبها برأسها مثل ما وصفت لنا نصوص بروتوكولات حكماء صهيون كما تعرفوا ولكن أيضا يحدث أن الكيان الصهيوني هذا اللي أعطاه المجتمع الدولي وكذلك الأمم المتحدة ذات يوم دي من قلوها أعطاته شهادة الميلاد بين ظفرين اليوم يضرب في فلسطين في غزة ويقتل ويبيد والآخر لحظة الآن زميلنا صحفي ما تركلوش المجال وهو معاق وهو سييم معناها مشلول ما سمحولوش حتى بيش يخرج من شمال غزة اليوم سهاينا يضربوا في جنوب لبنان وفي لبنان وفي بيروت وأطراف بيروت ولكن كما نعرفوا الكل وكما تعرفوا أنتما أن هذا المشروع هو مشروع متعاضد من أجل توطين بين ظفرين الكيان الصهيوني وما يسمى بيه اليهود يهود المحرقة اللي هربوا من أوروبا ولكن نلقاو أوروبا في عوض تخلص سك التاريخ شاك دوليسواق نلقاوها اليوم أوروبا هي اللي واقفة مع إسرائيل حتى تقتل أبناء فلسطيني اللي هما لعندهم لباع في المحرقة متاحهم في 45 ولا حتى شيء اليوم أيضا في سوريا قاعدة جات القوات الروسية تضرب لأنه تضرب على مصالحها لأنه إدارة سوريا روسيا أن هي موجودة في أوكرانيا ماشي في بال السهاينا والأمريكان والإنجليز والغرب بصفة عامة أنهم بشي يستفردوا بالمنطقة العربية وخاصة لبنان والعراق وسوريا وكذلك بقية البلدان مثل الأردن لقدرنا اليوم الوطن العربي قاعد يضرب من الماء إلى الماء وليس صحيحا إن كانت الطائرات لا تصل إلى هنا وإنما هم موجودون وهم يرصدون أي تحرك أي سياسة تخالف مصالحهم فأنهم يضربوا بدون قرار لا من الأمم المتحدة ولا من غيرها الوطن العربي له رب يحميه لكن أيضا له مقاومة ومقاومات تنبع في كل يوم لتحميه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر